مرحبا بكم هذا المسحوق أصدقائي هو قشور الموز استعمال قشور الموز بهذه الطريقة أي مباشرة طبعا طريقة خاطئة أصح طريقة كي يستفيد النبات من عناصر غذائية مهمة كالبوتاسيوم والكالسيوم والمنغانيز والكيبريت هو تجفيف قشور الموز حتى تصبح جافة يابسة بعد ذلك نتحنها في الخلاط لتصبح على شكل بودرة أو مسحوق هذه هي النتيجة مسحوق سيجعل نباتاتنا تنمو بشكل رائع وتزهر بشكل كثيف وأيضا تمار بحجم ومضاق رائعان نضع هذا المسحوق مباشرة للتربة ونسقي بعد ذلك ومبروك عليك سماد قوي وآمن ولن يتسبب طبعا في جذب الحشرات ولا تكون الفطريات استعملوا مرة في الشهر لكل نباتاتك بدون استثناء وستصدمك النتيجة اشترك الآن أهلا وسهلا بكم هذا الماء نقعت فيه الشاي لمدة أسبوع وهذا نقعت فيه قشور الموز لمدة 24 ساعة إذن لدينا محلولان سحريان نستعملوا مقسماد للنباتات لتوفر جميع المغديات والبيطامينات التي يحتاجها أي نبات كيفما كان نوعه بالنسبة للشاي استعمل أي نوع الشاي المتوفر في بيتك نخلط السمادان السائلان في وعاء ونخففه مثلا إذا كان لدينا لتر من الشاي ولتر من الموز نضيف لتر آخر ماء صافي والنتيجة سماد سائل يحتوي على القاسيوم والفوسفور والحديد والفيتامينات سيغضي نباتك وسيجعل التربة التي تزرع فيها عضوية ومسامية حتى وإن كنت تزرع في التربة الطينية أو الربلية هذا المحلول سيمنح المناع للنبات وسيمنحها الحماية ضد الحشرات لأن به خصائص مضادة للبكتيريا والحشرات استعملوا مرة كل 20 يوما واشترك في بذرة شسلة الطماطم الصغيرة هذه تحتاج الآن لجذور قوية كي تنمنبت بشكل جيد وسليم وتعطين الأزهار والثمار هذا المحلول كنت أرميه في القمامة السابق الآن بدأت أسقي به نباتاتي لغناه بالمعادن والفيتامينات والأحمد المهمة لأي نبات كيفما كان هذا المحلول يتميز كذلك بخصائص مضادة للبكتيريا بكل بساطة أصدقائي هذا المحلول هو بقايا الشاي أو تفل الشاي نأخذ أي نوع شاي كيفما كان ننقعه في الماء لمدة سبعة أيام حتى عشرة أيام نصفيه ونخففه للنصف ونستعمله عن طريق السقي أو الرش وبالإضافة للمغدية فهذا المحلول كما قلنا يعمل كمبيد حشري كل هذا أصدقائي سينعكس على جودة ونوعية التربة وسترى نمو جيد لنبتتك وسترى أظهار كثيفة وقوية اشترك الآن أصدقائي نصف دولار كانت كافية لشراء هذه البودور لن نصنع منها المايونيز أو الموطار أو الخردل بل سنصنع منها أقوى سماد مغدل النباتات وبإضافة أخرى بسيطة سنصنع منها أقوى مبيد حشري وفطري طبعا نتحدث عن بودور الخردل خذ خمسون جرام منها اتحنها في الخلاط البودرة المتحصل عليها ننقعها في خمسة لتر ماء نتركها لمدة 24 ساعة حتى تتجانس وتطلق الفوسفور والبوتاسيوم وحمد الفوليك وباقي العناصر المهمة للنبات بعد 24 ساعة سيصبح المحلول بلون أصفر ونستعمله كسماد إذا أردت استعماله كمبيد فعال وبالأخص بالضلم والنمل والتربس فملعقة من صابون النباتات أو أي صابون عندك كصابون غسل الأواني كافية للقضاء على أغلب الحشرات والفطريات التي تصيب النبات اشترك في بذره مرحبا بكم ثمن هذه التحالب البحرية الجافة دولار واحد فقط موجودة ومتوفرة بالكثرة في الأسواق الأعشاب البحرية مؤخرا أصبحت الرقم واحد في التسميد العضوي الطبيعي للنباتات لقوتها وفعاليتها وسرعتها لأنه سماد التحالب مفعوله جد سريع وسترى النتائج بسرعة على نبتتك أتمنتها مرتفعة قليلا في الأسواق لذلك جئتكم اليوم بالحل السحري استعمل الأعشاب البحرية الجافة هي غنية بالمواد المغدية والفيطامينات وستجدها في السوق بكثرة وستجد أن ثمنها مناسب طريقة الاستعمال جد سهلة فقط حفنة صغيرة من هذه الأعشاب على لطر ماء لمدة ساعتان وغدي نبتتك وستستفيد كذلك من خصائصها في طرد الحشرات والفطريات كالبياد الدقيقي والنماتودة حسن خواص تربتك وغدي نبتتك واشترك في بذرة